السلام عليكم مشاهدين أهلا بكم إلى الحصاد وإليكم العنوين وفتوا 11 شخصا في استضام حافلة للأقل المسافرين بشاحنة في ولاية ورغلا وتصاعد مرعب لحوادث المرور في الأيام الخمسة الأولى من سنة 2014 تغيير الجزائريين لنمط حياتهم بعد زيادات الهم في الرواتب وراء ارتفاع أسعار الحليب ودعوة لاغتناء المنتوج الوطني تلاميذ يترجون الأسدداء الإضراب لتحديد عتبتي الدروس في سابقة خطيرة ونقبيون يرجعون الأسباب لتحديد عتبتي الدروس وفي الحصاد تتابعون معنا الجمهير العربية تؤكد دعمها للمنتخب الوطني الجزائري الممثل الوحيد للعرب في مونديالي البرازيل مشاهدين أهلا بكم إلى تفاصيل حصاد الليلة والبداية صدق المجلس والأعلى للقضاء اليوم الأحد على تعيين 336 قاضيا جديدا وترسيم 525 قاضيا خلال أشغال دورته العادية برئاستي الطيب لوح وزير والعدل حافظه والاختامة نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء وأوضح بيان لهذه الهيئة أن المجلس الأعلى للقضاء الذي استنفى أشغال دورته العادية تناول بالدراسة وفقا لمقتضاية القانون الأساسية للقضاء والقانون المتعلق بتشكيل المجلس الأعلى للقضاء وعمله وصلاحيته النقاط المدرجة في جدول أعماله وصدق المجلس أيضا على قوائم الأهلية والمتعلقة بترقية 1113 قضيا إلى جنب المصدقة على حركة محدودة في سلك القضاء اقتصرت على التعيينات الخاصة بالمجلس القضائي الجديدة وهي عند فلاتي بازا وعينتي موشنت وكذلك حالة تنافي والمنصوص عليها في موضوع آخر للتصعد المرعب لحوادث المرور الذي شهدته الأيام الخمسة الأولى من سنة 2014 حيث توفي صباحة اليوم 11 شخصا واصب 24 أخرون بجروح متفاوتة الخطورة في حدث مرور وقع على طريق الوطني رقم 56 وهو سلسلة لمجموعة من حوادث المرور التي تتصعد يوما بعد يوم آخر المزيد في تقرير سمية سماش تصعد مرعب لحوادث المرور الأولى الأخيرة هو ما تشهده مختلف طرقات الوطن والضحايا غالبا ما يكونون شباب أو مراهقون في ظهور العمر لعل أخطرها ما وقع صباحة اليوم بولاية ورقلا أخطر حادث مرور وقع اليوم صباحا على طريق الوطني رقم 56 في ولاية ورقلا لإداء إلى وفاة 11 شخص و22 مجروح هذه الحادثة عبارة عن استضام مبين حافلة نقل مسافرين متجهة من جزائي العاصمة إلى ورقلا وشاحنة نفس مقطرة الحاصلة مرتفعة جدا لدى أن تبقى الحيطة والحضر مطلوبين سجلت مديرية الحماية المدنية ارتفاعا في حوادث المرور خلال الأربع والعشرين ساعة الأخيرة حاصلة تدخلات وحدات الحماية المدنية خلال 24 ساعة الماضية أتفعت إلى 1892 تدخل للأسف شديد عرفت هذه الحاصلة عدد معتبر من حوادث المرور الخاطرة والتي قدرت بتصح حوادث أدت إلى وفاة 18 شخص و42 جريح تبقى الحيطة والحضر واجب على كل مواطن حريس على ردع إرهاب الطرقات الحديث والأليم والذي شهدته ولاية ورقلا أودى بحياتي 11 شخصا في صور مأساوية ولكم قائمة الأسماء والذي ناتوفوا في هذا الحديث ميهوبي عبدالقدر بن ترزي موسى العايش إبراهيم بحريك نوردين غرياني ربيعة شرقيزين أخلادي جميلة وكذلك يحيوي ليلى ناعم محمد ناعم سيهم وضحية أخرى مجهولة الهوية وللإشارة قد تم نقل الجثاث إلى المؤسسة الاستشفائية محمد بوضيار بولاية ورقلا كما يقبع بقية الضحايا في ذات المشفى تتواصل بولاية البوليدة واليوم الثاني على التولي الحملة والتحسيسية حول حوادث المرور المرتكبة من طرف سائقي مركبات الوزن الثقيل ونقل المسافرين من تنظيم المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بالتعاون مع مدريتي النقل والصحة والكشافة ونقابة سيارتي الأجرة مبارك دفا حضر جانبا من الحملة وعدى بيتالي تم تسجيل عدد كبير من الحوادث المتسبب فيها سواق نقل المسافرين وكذا سواق نقل أمومي للبضاعة يتم فيها تعطاء إرشادات وتوجيهات إضافة إلى ملخص عن قانون المورا وقانون التنسيق النقل لسواق الفئتين المذكورتين آنيفا تخلف أكبر عدد من الضحايا سواء قتل أو جرح إضافة إلى تأكيد على عام التعب والعاية إضافة للنوم أثناء القيادة الذي يرجع لعدم تعيين سائق إضافة أثناء التنقل عبر المسافات الطويلة هذا وقد سجلت مصالح ودرك الوطني لولايات البوليدة حاصلة مرتفعة في حوادث ياسير لسنة 2013 تسبب العمل البشري في وقوع نحو 95% منها إلى سنة 2013 تم تسجيل سجلت مجموعة الإقليمية الدرك الوطني بالبوليدة 719 حادث مرور منها 65 حادث مميت 589 حادث جسماني إضافة إلى 68 حادث مادي خلفت هذه الحوادث وفاة 87 شخص حصيلة جد وثقيلة و1256 جارح كما تسبب العام البشري الذي يبقى العام الرئيسي لوقوع هذه الحوادث في 684 حادث أي بنسبة 95.1% من نسبة الحوادث المسجلة توفي صباح اليوم العامل الثاني متأثراً بجرحه في حادثة انهيار خندق باستولي في العاصمة وكان عامل آخر قد لقي حتفه أثناء قيمه بأشغال تخص تهيئة قنوات الصرف الصحية حيث انهار الخندق عليه مما أدى إلى ردمه تحت التربة وقد تدخلت مصالحه لحماية المدنية وأنقذت ثلاثة جرحات تم نقلهم على جناحي السرعة إلى مستشفى زيرالداء قبل أن يتوفى أحدهم أعلن وزيره الأشغال العمومية فاروق شيالي عن تنصيب لجنة تقنية لتحقيق في أسباب انهيار نفق جبل الوحشة بزيغود يوسف بولاية قسنطينة وهذا على الطريق الصيار الشرق أربا وقال الوزير فاروق شيالي والذي انتقل إلى عين المكان لمعينة الخسائر التي لحقت بالنفق قال بأن اللجنة الوزارية تتكون من خبراء جزائريين وكنديين وحتى إيطاليين فهؤلاء الخبراء سيعملون على تحقيق في أسباب الانهيار والتحقيق في ذلك قبل أن يرفعوا تقريرا مفصلا حول الحادثة كما أكد الوزير أن إجراءات صارمة ستتخذ وفق التقرير الذي سترفعه اللجنة آملا أن يكون ذلك في أقرب وقت ممكن إلى موضوع آخر الآن حيث عرف نمط الاستهلاك عند الجزائريين فيما يخص مادة الحليب تطورا وتغيرا ملحوظا خصوصا مع زيادة في الرواتب والتي مست العديد من الموظفين حيث أصبح المواطن يفضل حليب العلب والمستورد من الخارج بدل حليب الأكياس والمدعى من قبل الدولة المزيد مع ليليا داود مع تحسن المستوى المعيشي للفرد الجزائري تغير نمط الاستهلاك عند الجزائريين خصوصا في المواد الغذائية الأساسية كمادة الحليب حيث أصبح المواطن الجزائري يفضل حليب العلب المستورد رغم ارتفاع ثمنها بدل حليب الأكياس المدعى من طرف الدولة وحسب مدير مركب الحليب لبئر خادم فإن التوجه لاستهلاك حليب العلب بدل حليب الأكياس يعود بالدرجة الأولى لمعيار الجودة 48 إلى 72 آر وبين النوعية الرديئة لحليب الأكياس واستمرار تهافت الجزائريين لحليب العلب المستورد ترتفع عدد المؤسسة الوطنية التي تختفي من يوم لآخر في ظل عدم صمودها أمام المنافسة التي فرضت عليها وفي سياق تطور المستوى المعيشي للمستهلك الجزائري دعا المدير العام لدوان الوطني المهني للحليب ومشتقاته فتح مصار دعا المستهلك الجزائري لاستهلاكي المنتوج الوطني لتدعم المربي الجزائري والاقتصاد الوطني بصفة عامة يسيم بباسي والتفاصيل تطور المستوى الوعيشي يعني تطور في الاستهلاك والجزائري يستهلك أيضا وهذا يعاون الدولة على كل حال على الاستهلاك 25 دينار ونحن أنا حاليا وعلى طريق تلفزة النهار أتمنى من المواطن الجزائري أن يستهلك جزائريا فهناك أنواع جديدة من الحليب يسموها الحليب في الأكياس رهيبا عندها مكونات خاصة ويتبع بأسعار معقولة جدا ونجده حاليا في كل الأسواق وأطلب من الشعب الجزائري أن يلتفت إلى هذا المنتوج لأنه عندما يشري كيسا من هذا الحليب راه يدعم تدعيما مباشرا في المرب الجزائري والاقتصاد الجزائري بصفة وبخصوص ارتفاع أسعار منتوجات الحليب ومشتقاتهم أخرا في الجزائر قال فتح مصار أن هذه المواد الغذائية والغير مدعمة من قبلية الدولة وأسعارها حرة مرجعا أسباب هذا الارتفاع إلى المدى الأولية والمستوردة يسين باباسي ثانية المشتقات الحليب وحليب اللي في العلب فهو حليب غير مدعم من الدولة وأسعاره حرة في الأسواق لأن الدولة ما تمد إلا الغبرة اللي نستعملها في الأكياس تحت 25 دينار وعلى هذا الأساس فغبرة الحليب في العالم وفي الأسواق العالمية ارتفعت ارتفاع مذهول ذاهل كبير جدا فربما هذا أثر على الملبنات التي تستعمل الغبرة في إنتاج هذا النوع من المنتوج الحليب ومشتقاته كالياهورت والكروماش ولا أرى لماذا هذا الارتفاع ربما يكون ارتفاع ضائل وليس كبير وسوف ترجع الأمور إلى مجرعها في أقرب الآجال إن شاء الله كما نفى المدير العام للدولة الوطنية المهنية للحليب ومشتقاته فتح مصار لتلفزيون النهار وجود أية أزمة في تموين بمدتي الحليب بالجزائر موضحا أنه ربما توجد أزمة في التوزيع عند تجارية تجزئة وليس في التموين أنا أن في نفعا قاطع لا ليست هناك أزمة قلت بقليل أن هناك الدولة عن طريق الديوان الوطني الحليب أخذت كل الاحتياطات اللاجمة لتوفير المادة الأولى لكل الملبنات هناك أكثر من 120 ملبنات لمتعاملين مع الديوان في ابن طعب على كامل الطراب الوطني ولذا ليست هناك أزمة هناك أزمة مستعلة في أذهن الناس ربما ولكن الأزمة ببما في بعض الأحيان يكون هناك مشكل في التوزيع التوزيع تجزئة وليس مشكل في التموين هذا وقد استنكر موزع الحليب الأوضاع الكاريتية داخل مركب الحليب بإرخدم في العاصمة والذي تنعدم فيه أدنى شروط النظفة ما خلق لهم مشاكل عديدة مع المستهلك بسبب ذي الصورة والتي باتت عليها أكياسوها الحليب المتعم المزيد مع ليليا داود نحن السندوق اليوم بات هذه الشكارة تحليب لازم تلب الشكارة في يدك لأنه على بك فيه واحد دو سنتيمتر تعوسخ الدود نايد فيه احترام الوقت اللي هم دارون الوقت اللي دارني دي دارني دو ديستريبيتور اللي شارجي على ستة بروغرامه انتر سيزوري ساتر اليوم والموزر